ساعات اللي فاتت التلاتة الكبار في النادي الاهلي التلاتة الكبار في النادي الاهلي وهم كبار يعني كبار في الأداء في اللعب وكبار في السلوكيات عمد الشناوي منتكلم على عمر السلية ومنتكلم على علي معلول التلاتة دول جابوا لعيبة النادي الاهلي وعملوا معاهم جلسة مصارحة طويلة طويلة نتكلموا معاهم بقى قال لهم تعالوا نتكلم بقى قبل ما ايه ما نسافر السعودية عشان نشارك في كاس حامل قندية ونصرح بعض ونقول مشاكلنا ايه بيننا وبين بعض محمد شناوي قال لهم نصا كده احنا رايحين كاس العالم ومش رايحين نتفسح احنا كنا وحشين جدا في الدولة وبطولة افريقيا والسوبر ومش هينفع نكمل بالمستوى ده ولازم نلعب ونكمل في كاس العالم وما ينفعش ابدا نرجع باقل من المركز الثالث زي ما تعودنا يعني قال لهم ان كان لازم يكون عندنا طموح الصعود او لازم يكون عندنا طموح الصعود للنهاية كمان مش بس كمان مجرد التالت التالت لعبين قالوا ان الجمهور اللي هو التالت لعبين لهم الشناوي والسولاية وعلي معلول قالوا للعيبة ان الجمهور عنده حق في كل الانتقادات اللي بيقولها في الفترة الحالية وانه لازم لازم نظهر بشكل كويس في كاس العالم ونكسب المباراة الاولى باي طريقة علشان تبقى بداية مصالحة بيننا وبين جماهير النادي الاهلي احب انا احب انا الفرق اي فرقة في العالم اللي بيبقى عندها قائد واثنين وثلاثة دول اللي بيعرفوا يلموا الفرقة قابل المدير الفني وقابل المدير كورة وقابل المدير رياضي وقابل الجمهور طول ما انت عندك كبات في الفرقة ناس تقيلة في الفرقة ناس عندها خبرات ناس عندها بطولات ناس عندها اسماء بمؤثرين جدا جدا ميلا السنة اللي قابل اللي فاتت اسي ميلا السنة اللي قابل اللي فاتت لما خد الدوري بعد غياب الدوري الإيطالي كان الحكاية كلها في مين قابل المدرب وقابل الإدارة وقابل اللعيب وقابل كل شيء كان في زلاتان إبراموفيتش العالم الإيطالي كله تكلم على دور زلاتان إبراموفيتش اللي ملعبش أصلا تقريبا في الدوري دوره اللاعبين تفاصيل مهمة جدا يبقى عندك قائد كابتن